مرحبا كيف الحال لهذا الفيديو علشان الاطفال كيف انه يلونوا بهك اقلام ملقيتش الا سيجما كيف يلونوا اي رسمي بدهم اياها بس انا هاي طبعتها من الانترنت وما عنا كتاب لالتلوين وهي الطريقة اللي بدي افرجيكم اياها وهي من بنت خالتي اللي ساكني بفلوردا لما كنا صغار علمتني اياها هي طبعا اكبر مني وكنت كأنه بصف الاول مش مشكلة بس انا بدي احكي لكم كيف علمتني التلوين علم للصغار كيف يلونه عنا الاخضر الفاتح وعنا الاخضر الغامق الفاتح نحطه شوي على جنب الغامق بسوي انا في الخط البراني بشد على الخط وبعدين ايش بسوي على الخفيف من جوه بنفس الغامق هاي طريقة وممكن انا اساوي الخطوط بس الخارجية بالغامق اوكي بالاخضر الغامق وبعدين ايش بسوي بالاخضر الفاتح بشد على الخطوط الداخلية بس ايش بسوي على الخفيف في كل البوشز اوكي على الخفيف من جوه بها الشكل هاد اوكي انا نفس الشي هون نفس الشي انا شدت باللون برضو انا ماسك الفاتح برضو انا ماسك الفاتح تقدروا تعملوا نفس المثال على باقي الرسمة اوكي بها الشكل محق هل زي ما قلت لكم تقدروا بالبوشز او اخضر غامق على الحواف ومن الداخل تقدروا تخفيفوا باللون كمان بصير كتير حلو صاح؟ بس اكمل برجع اوكي اوكي شدين على الخط من بره نفس طريقة هاي شدنا على الخطب من برا بالاخضر الغامق الاخضر الفاتح نشد على الخطوط من جو و بعدين بنفس الاخضر الفاتح او بالاخضر الغامق بس على الخفيف اخضر الغامق على الخفيف والاخضر الفاتح كمان على الخفيف من الداخل بهالشكل هاد بس اخلص برجع بعد ما عملنا الخفيف بالاخضر الفاتح بالخفيف ما شدنا من جو نأخد الأخضر الغامع ونعمل الخطوط من بره نشد عليها ونستطيع بالأخضر الفاتح نشد على الخطوط المنجوه ونعمل نفسي أو بالغامق نفسه نشد أيضا على الخطوط المنجوه ونعمل بالخفيف في نفس الأخضر الغامع ممكن تشاويها نجربها وبرجع هذه الحواف عملتها انا بالاخضر الغامق والحواف اللي جوه كمان بالغامق مش بالفاتح اوكي وبرضه شدت عليها اوكي هلا شو ساوي انا في اللون نفس الغامق بس بالخفيف كمان بطلع حلو شايفين كيف ومنكملها قبل ما ننتقل لغير شغلة شايفين البوشز وين امتدادها لهون وين هادولا اللي لازم يكونوا بني اوكي انه خشب امتداد البوشز لهم شجيرات امتدادهم لا الاسفل ما بننساش فمشان هيك رجعت انا للاخضر الغامق سوات بالحواف يعني شدت عليها وبعدين سوات بالخفيف من جوه هون بدنا نكمل على نفس الطريقة اللي نعملناها فيها اللي هاي وهاي انه شدنا بالاخضر الفاتح لانه هاي نحنا عملنا بتتذكروا هالاخضر الفاتح الخطوط من جوه فنحنا بدنا نكمل هسه التلوين خفيف ومنعمل هاي بنفس الطريقة بالاخضر الفاتح نحنا شدنا على الخطوط الداخلية وعلى الخفيف منساوي من جوه وبرجع بالاخضر الفاتح بعدين اش سوينا نحنا جبنا الاخضر الغامق شدنا على هذا الخط لهون لانه شايفين امتداد هاي لهون فمشان هيك نحنا شو عملنا والاخضر الفاتح من الداخل والاخضر الغامق اللي هو من هون به هالشكل لانه تابع له هاي ونحنا عملناها في الاخضر الغامق على الخفيف من جوه فهاي لازم تكون نفس الاشي وغير هيك شوفوا هلا شايفين هاي امتداد هلوين لهون وهون لازم يكون فراغ ليش لانه هاي نهايتها بده تكون خلفهم نهايت هاي البوش طيب اه اذا هيك ايوه هون في بوش معناه ايش سوينا شديت على الخط باخضر الغامق وسويت على الخفيف من جوه اوكي هيك منكون انهينا البوشز يعني شايفين هذا هذا امتداد لهون تقريبا اوكي اذا الكتف كان الكتف مش مكتمل سواته برصاص بعلم الرصاص عملت شايفين الخط اللي هون مش مكتمل بس هيك رسمته بس ايش مش واضح نسويه بالرصاص بالاول ونقدر نكمل هدول كمان في الرصاص قبل ما نلون حطيت نجوم بالرصاص وبقدر ان اساويه حواليها باللون الابيض لانه عليها باللون الابيض بشحبر شوف بده احكي بس شغلة اذا فيه هون نجوم موحلو فمشان هيك انا ردت محيتهم وهون كمان محيت وحدة ومش ضروري اكثر نجوم بها الشكل هاد ما بعرف بقدر انا امحي هاي مثلا كمان زي ما بدكم بس بها الشكل بكفي باللون الابيض بس عشان ما فيش اضاءة لانه باللون الابيض بس انا بساوي على الحواف بلون على الحواف باللون الابيض لانه اذا سوت عليها مو بده شحبر اللون نفسه فمشن هيك ما بدنا زيك شي فحوالينها بس منعمل في الابيض اه اه اوكي طالما لابسين ملابس سهرة فمشن هيك نحن عملنا النجوم باللون اسود بالخفيف رايحين انلون السماء باللون الاسود على الخفيف كثير يعني ما نشد بالمرة اه اه احكي لكم ليش لانه نحن طالما عملنا نجوم ولابسين اواعي سهرة معنا السماء تكون تقريبا اسود فاتح بعدين برجع شايفين الخطوط ما كانت مكتملة فزدت الخطوط وهون كمان اه وبرضو مش مكتملة على الجهة الثانية اه وهاي كمان لازم تكون تقريبا زي هاي اه على الطرف وزدت لها الخطوط او هاي بدي ازيد لها الخطوط كمان لاخر شي وبعدين بكمل التلوين لانه هاي جزء من السماء فلونتها وهي كمان الفراغ اللي هون وهون بدي اكملها اه هاي كمان شفتوا هاي لوين بده تكون تستمر لهون فعملت خط وهي كمان لهون هذا الخط الزيادة فش داعي له هم يراسمينه لما طبعناها وهي كمان هاد لازم انا اقيمها بس ما في طمس وهي كمان لازم تنقام وهي لازم تنقام لانه ما في داعي لها الخطوط الزيادة هاي شايفين باللون الاسود يا دوب مبين على الخفيف بعدين حوالين هاي النجمة طالما احنا عملنا بالابيض لازم حواليها اوكي وبعدين نرجع بنكمل بالخفيف بالاسود اوكي بس ملاحظة طلع زي هيك خطوط بالغلط يعني كثير انهام بينا يعني شدت على القلم بس بمحيها وبرد برجع بعيد زي هيك بخففها اوكي شايفين هيك نحنا خلصنا السماء بالاسود الفاتح لانه بالليل اوكي طيب هلا قرميد انا بقولكم القرميد لا هو احمر ولا بني يعني بني محمر فشو بننساوي بننخلطهم ولا بدنا نعملوا بني قريب للبني اكثر بالنسبة للشربابيك بدي اشد عليها بالاسود حواث الشربابيك انا محترى اخليهم ابيض او مش عارفة الحيطان مش عارفة اوشو اساويها صراحة بفكر وبعدين بفرجيكم اوكي بالنسبة للشباك سويت الخطوط بالاسود وشديت وشديت على الخط هذا الي هون بس برضو بالخفيف بالاسود طلع زي رصاصي اوكي فهو هذا اللون بالديانة ما في لون رصاصي ما في لون رصاصي الا اللون الاسود فمن خففه بصير رصاصي بالنسبة له هدول الفراغات تبع الشباك اكدت عليهم بالابيض اوكي هاي من اكد عليها جواتها باللون الابيض وهان نفس الاشي اوكي الباقي بدل بني المحمر لانه ما في بين الالوان بني محمر فكيف يدخلطهم ما بنفع مش الوان مائية فشو بدي اساوي انا الحواف بدي احب بني مكانش مبين معي هذا اللون طلع مش بني غامئ خطأ هذا هذا البني الفاتح نفسه شدت فيه على الخطوط مرة ثانية ولونت على الخفيف فوق اللي سويته اوكي مش مشكلة اوكي لون المطاطة عملتها كحلي خفيف ولون الشعره بده يكون اسود والحواجب نفس الاشي شايفين الخطوط شدت عليها بالاسود ومن جوه على الخفيف هون انا شو سويت في البني اوكي في البني مش مبين معي هنا اوكي شدت على الخطوط برضو ولونت على الخفيف من الداخل لونت كمان القزحية بالبني جبت الاحمر جبت الاحمر سويت فوق عيونها وحطيت على الشفاف موسيقى 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 موسيقى